ستحضر إعلامي شامل يبدأ في المغرب فريق عمل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الذي يتكون من خمسة أعضاء بتفقد 14 ملعباً خمسة منها جاهزة والباقي في طور الإعداد وذلك من أجل تقييم قدرة المغرب على تنظيم كأس العالم سنة 2026 زيارة وفد الفيفا التي تستمر ثلاثة أيام ستشمل أيضاً معسكرات التدريب والبنيات التحتية عموماً ما غادي يكون عند هذه اللجنة التقنية إلا انطبع جيد على البنيات التحتية التي توفر عليها المغرب علماً أن الضفر بتنظيم كأس العالم 2026 أنه غادي يكون واحد دافع قوي على تعزيز هذه البنيات التحتية التي كانت الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد والاستجابة للمتطلبات التقنية التي تفرضها الفيفا من بنيات تحتية وملاعب من واصفات عالية الجودة وقدرة الفرادق على استيعاب الجماهر الغفيرة للمشجعين كلها عوامل تجعل من ملف الترشيح المغربي قوياً بحسب اللجنة التي سهرت على إعداده لكن ورغم ذلك فالشارع المغربي منقسم بين التشبث بالأمل والتخوف من الفشل في الفوز بتنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة الخامسة تنظيم بأن المغرب عنده قاعد الفرص المتاحة عنده الإمكانيات القرارات التي تتخذها مؤخراً وتغيير طريقة كيفية تتعزل البلد التي تنظيم كأس العالم هي اللي شي شوية كان فيها لبس من ناحية الكأس العالمي من المنجدر يقدر يتنظمها وإني من الصعب حيش كانت لشهادية الدول من الصدفين وف ملف واحد وصحيب عندنا شوية الحال نشقار نوم بين أمريكان كندا المراقبون يرون أن فوز المغرب بتنظيم نهائيات 2026 ينطوي بالإضافة للإشعاع الدولي على دفعة اقتصادية تقدر بـ 2.7 مليار دولار سيكون هناك إشعاع بالنسبة للمغرب وأيضاً على المستوى الاقتصادي نعلم بأن المغرب أصبح قوة اقتصادية أيضاً في شمال إفريقيا إضافة إلى القوة الدبلوماسية وأيضاً العلاقات التي تربطها بالعديد من البلد ربما قد يكسب أيضاً تيقة المستثمرين الأجانب إضافة إلى حتى المستوى الداخلي هناك نعلم جيداً لصراحة الارتفاع في البطالة ربما قد يكون هناك التقريص نسبياً على دعم عربي وإفريقي لملفه وأيضاً على دعم بعض الدول الأوروبية التي تفضل أن تدور أطوار النهائيات بالقرب من قارتها جدير بالذكر أن الإصرار على الترشح لاحتضان نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 ليس قراراً نخبوياً برأي رئيس لجنة المغرب بل هو خيار قارة بأكملها شعاره ترشيح أم